بالتزامن مع الظرفية التي يعرفها قطاع التعليم من حراك احتجاجي وبعد صدور قرار بالاقتطاع من أجور الأساتدة المضربين هب الأساتدة لشعارهم يعممون القمع فلنعمم التضامن حيث أقدم أساتدة تانوية المجاهدة العياش الإعدادية بمديرية الجديدة المنخرطون في الإدراب على إنشاء صندوق الكرم تضامناً فيما بينهم ومواجهة للآثار الاقتطاعات المحتملة على بعضهم ومواصلة منهم لمصاري استرجاع كرمتهم أثار هذا الموقف استحساناً وتفاعلاً طيباً على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره تكريساً لمبدأ التضامن والتأذر الذي أضحى طابعاً مغربياً بالإضافة لكونه سلوكاً ليس بغريب عن الأساتدة بل معهود ومتكرر كلما استدعت الحاشة خاصة لكون الاقتطاعات تشكل مأزقاً مالياً أمام الالتزامات التي تنظر الأساتدة من قرود ومصاريف وأدوية وإذا اطلعنا على هزالة أجور الأساتدة مع الاقتطاعات فالوضع يزداد سوءاً